يا ربي بالأحمال جئت وأنا اخترح لي وانثنيت في ذلة أرجو الرضا فعفو الذنوب وما جنيت من ذا يجيب دعايا إلا كأنت رجائيا فإذا اضطرحت فحسرتي وكربتي وشوقايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من اقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد معاشر المؤمنين والمؤمنات فما زلنا معكم نتحدث سويا عن الأدب مع كلام الله عز وجل الأدب مع كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ورأينا إلى غاية الآن جملة من الآداب الشرعية المتعلقة بكلام الله عز وجل فكان أول شيء رأيناه الإخلاص في تلاوته وفي حفظه ثم رأينا ثانيا الإكثار من تلاوته وتعاهده ثم تطرقنا إلى الأدب الثالث وكان الطهارة لقراءته وكان الأدب الرابع هو الوقار عند قراءته واستقبال القبلة وكان الأدب الخامس هو الاستياك أو التسوك وكان الأدب السادس هو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم قبل تلاوة القرآن الكريم وفي هذا المجلس وهو المجلس الحادي عشر من مجالس الآداب الشرعية نتناول فيه أدبا ثامنا أو الأدب السابع من آداب قراءة القرآن الكريم ألا وهو قراءته بتؤدة وطمأنينة قراءته بتؤدة والتؤدة هي التأني والتأني كما جاء في الحديث من الله والعجلة من الشيطان التؤدة هو الهدف المطلوب والأمر المقصود من وراء التؤدة في قراءة القرآن والأمر المرغوب من وراء الطمأنينة عند قراءة القرآن والوصول إلى تدبر القرآن قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك لماذا؟ ليتدبروا آياته وقال عز وجل أفلا يتدبرون القرآن قاله في موضعين من كتابه سبحانه فهو ينكر على من يقرأ القرآن ولا يتدبره وسبق أن بينا أن ترك التدبر للقرآن الكريم يدخل ضمن أنواع هجر القرآن في قوله تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا فأي سبيل يمكننا أن نصل إلى تدبر القرآن إلا أن يكون أو إلا أن تكون قراءته بتؤدة وطمأنينة يقول الله تعالى وردت للقرآن ترتيلا قال العلماء في بيان معنى الترتيل هو قراءته بتؤدة وطمأنينة لا أن يسرع ويفرض في قراءته والأحاديث في وصف قراءة النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كما سبق أن ذكرنا أن ذلك الفضل الذي رأيناه في أول حلقة من حلقات الأدب مع كلام الله رأينا تلك الأحاديث وما فيها من الفضل العظيم والأجر العميم لمن قرأ القرآن الكريم قلنا ذلك الفضل لا يناله المسلم إلا بشرطين اثنين الشرط الأول هو الإخلاص في قراءته وحفظه والشرط الثاني أن يكون موافقا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فكيف كانت قراءته عليه الصلاة والسلام كيف كانت صحابة رضي الله تعالى عنهم يقرؤون القرآن الكريم في سنن الترمذي عن أم سلمة سئلت كيف كانت قراءة رسول الله عليه الصلاة والسلام فنعتتها يقول الراوي فنعتتها قراءة مفسرة حرفا حرفا بمعنى يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم حرف حرف يعني كل حرف يظهر وبتؤدى وطمأنينة حتى يكون لهذا القرآن وقع في القلب ونور في الصدر وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أيضا سئل عن قراءة النبي عليه الصلاة والسلام فقال كان يمد قراءته يقول فكان يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم أن يعطي الكلمة حقها حتى تظهر وروا البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ولو يبد أن نتذكر من هو ابن مسعود ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هو ابن أم عبد الذي ورد ذكره في الحديث قال عليه الصلاة والسلام من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد فكان ابن مسعود إماما في قراءة القرآن الكريم يقول ابن مسعود جاء إليه رجل فقال ذلك الرجل إني أقرأ المفصلة في ركعة والمفصل هو أحد بعد ذلك لا ترجمة نانسي قنقر